في المساجد أمر لا تقره الشريعة وهو في الحقيقة ينافي الأدب مع الله تبارك وتعالى كيف لا والمساجد هي بيوت الله بيوت ألنى الله تبارك وتعالى أن ترفى ويذكر فيها اسمه تسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأقصال أيها الإقوة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكر أن من علامات الساعة أن ترتفع الأصوات في المساجد بغير ذكر الله وأنا أدعوكم جميعا إلى امتثال أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن امتثال أمره من علامات السعادة وعدم امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل على فقر ذلك الإنسان من أسباب السعادة إخواني في الله إن الله تبارك وتعالى اختار من خلقه عباده اختار من خلقه عباده الصادقين وأمر المؤمنين أن يكونوا معهم واختار من عباده الزاكرين وأمر عباده الصالحين أن يكونوا منهم ونهى عباده أهل النسبة إليه من أن يكونوا من الغافلين إخواني في الله نحن إذا لم نستطع أن نصبر لبعضنا بعض ونصبر لإخواننا في نسل هذا البيت العظيم كيف نستطيع أن ننتصر على عدونا الله تبارك وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فمن قدم إلى مثل هذا المكان ودخل في المسجد فقد دخل في حضرة الله ومن دخل في حضرة الله عليه أن يتأدب مع الله وأن يتأدب مع أرواح الأنبياء وأرواح رسل الله وملائكته وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا هذا أدب العارفين مع الله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوموا مع الصادقين نحن نحمد الله ونشكره على أن جعلنا مع الصادقين والصادقون هم أصحاب رسول الله والصادقون هم الأولياء والصادقون هم العارفون صحبناهم وآمنا بهم وصدقناهم وسرنا على خطواتهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين بقلودكم كونوا مع الصادقين بقولكم كونوا مع الصادقين بفعلكم كونوا مع الصادقين بحالكم وقالكم كونوا مع الصادقين في يميع أموركم هذه دعوة صريحة من الله تبارك وتعالى إلى انتماء المؤمن الى فئة طيبة من عباده سماهم الصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه جاهدوا في الله وعكفوا على باب الله وعمروا أوقاتهم كلها بذكر الله حتى شاهدوا جمال الله وطالعوا آثار فضل الله فأصبحوا بعد قليل معبدين من جملة أولياء الله والله تبارك وتعالى يقول في آية أخرى لأن من أعظم سماد وصفات هؤلاء الصادقين التزامهم لذكر الله والتزامهم ولهجهم باسم الله يقول الحق تبارك وتعالى مخاطباً الإن في كل إنسان مخاطباً الذات في كل إنسان من خلال حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المكان رؤي من الناس فكل كمان لن نوزل بكباره وكل معرفته لن تقس على معرفته وكل لباس تقوى لم يكون مخيطاً على هيئة لباسه فإنه يؤتمر ناحصاً ولذلك قال الله لو ونكر ربك في مرثه تضرعاً وخيطاً ودون الجهل من القول بالغدوم والأعصال ولا تكن من الغافلين فالصادقون هم الزاكرين والصادقون هم أهل هم أهل يقظة ومالذين فتح الله تبارك وتعالى بصائرهم وأمار قلوبهم بمطالعة جمال الحق تبارك وتعالى في كل شيء بين أيديهم وفي كل شيء من خلفهم وفي كل شيء تحتهم أو فوقهم وفي كل شيء حولهم ثم أمر الله تبارك وتعالى من صحب العارفين الصادقين وسنك سبيلهم في الزكر لله وتجنب الغفلة حتى أصبح واحداً من اليقظين أمره بالصبر مع هؤلاء الذين يقفون بباب الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يلدون وجهات ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره بروطا أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بالصبر وحبس النفس مع هؤلاء الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى دنوبهم ويذكرون الله تبارك وتعالى في الصباح وفي المساء يعقفون على باب الله هؤلاء الذين لم تفتنهم الطنيا ولم يفتتنوا بزهرتها هؤلاء الذين تغلبوا على الحوى وتغلبوا على شهوات النفس وتغلبوا على تسميلاتها هؤلاء الذين تزكوا وتطهروا وقال فيهم قد أفلح من ذكاها وقد خاب من لساها وهم المعنيون في قول الله تبارك وتعالى بأنهم آل التنكي هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلنهم الكتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لكي ضلال مبين أيها الأخوة المؤمنون إن خير صغبة للعبد هي صغبة الصادقين وخير أغزاد يزوند البؤمن به نفسه هو التقوى والتقوى مغزيها التعلم بالله والتحقق ومعاني الحب لله تبارك وتعالى لهذا السبب أن من شهد هؤلاء الزاكرين الصادقين وجاند الغافلين وصبر نفسه مع هؤلاء الذين قالوا وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ويجن وجهه ولا تعد عيناك عنهم لا بد من أن ينهل وينهم من شراب هؤلاء القوم رضوان الله عليهم من ذا قطعم شراب القوم يدريه ومن دراه غدا بالروف يشريه هؤلاء السادة رضوان الله عليهم عبر بعضهم أن أهل الدنيا والمنوف في نعيم دنياهم وفي نعيم ملكهم لو اطلعوا ذاقوا ذرة من شراب هؤلاء الناس لجاند العارفين على شرابهم بسيور لعزته ولعظمته ولذلك كل من أعرض عن ذكر الله فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن يضيق عليه الأرض أن يضيق عليه الأرض بما رحبت ويضيق عليه نفسه لذلك يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره اليوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى أيها الأحباب إذن لا بد من أن نختار ولا بد من أن نميز ما نختاره المؤمن الصادق يجب أن يكون حر الإرادة يجب أن لا تشتبه عليه الأمور لأن طريق الهداية واضح ولأن المنهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح فاعتناء المؤمن بقلبه واعتناء المؤمن بأحواله مع الله من علامات سعادته لأنك إذا لم تكن مع الله لا بد أن تكون مع غير الله إنك إذا اتعدت عن الله لا بد أن تكون قريبا من عدو الله ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب وإنهم لا يسدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك برد المشرقين فبيس القريب وذلك بعد فوات الأوام إذن أيها الإخوة المؤمنون لا بد لنا من إرادة حرة لا بد لنا من بصيرة مفتوحة لا بد لنا أيضا من أن نحسن الإختيار نختار الصادقين ونختار الزاكرين ونختار اليقظين الذين عكفوا على باب الله لم تفتنهم الدنيا لم يفتنوا بزهرتها وأصطفوا يصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالهم فإذا قرأ أحد قول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لم يحمله على الصحابة وحدهم فالحمل ذلك على نفسه وعلى تيله وعلى الأجيال القادمة إلى أن يرز الله الأرض ومن عليها لأن روح المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما معنا دائما تصحبنا فهو قدوتنا وهو إمامنا وهو مجبوعنا نحن يجب أن ندرك هذه الحقيقة فلا يجوز لأحد منا أن يخرج من أدبه مع الله فلا يجوز لأحد منا أن يخرج من أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأولياء خاروا أولياء بأمرين آل الإجباء اتباهم الله واصطفاهم وتولى أمرهم دون كد أو تعب منهم كما وقع بالنسبة لأصحاب سيد إحمد تياني رضي الله عنه حين أنشد المنشد في حقهم بلا خلوة ربا وربوا بخلوة فشتان ما بين اليزيدين من هلا لكن باقي الأولياء جميعا كان من شأنهم أن يعملوا بهذه الأركان أركان الصمت والعزلة والجورة والسهر من أجل الوصول إلى مقامات الولاية آل الإجباء هم الذين ورسوا المقام المحمدي ولسنور محمد صلى الله عليه وسلم في ولاية الله له حين جعاه لمناجاته وناداه لقربه كان نائما جاءه جبريل بالبراه مسرجة ملجمة ثم ركبها فأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات إلى سماء بعد سماء إلى سدرة المنتهى إلى سدرة المنتهى ثم إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام إلى مستوى أخبرنا الله تبارك وتعالى عنه بقوله فكان قاب قوسين أو أدنى هذا مقام الإثباء ومقام ولاية الله تبارك وتعالى التي هي ولاية أمر الله وهو مقام شريف عظيم حصل عليه الأولياء عن طريق الجد والاتهاد والتزام الحق فطريق القوم لا يتحقق بإنسان بالكسل والضعف والهوينة ولذلك قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا جاهدوا فينا لنهدي أنهم سهلنا وإن الله لمع المحسنين أيها الإخوة هؤلاء الأولياء يبدأوا أحدهم بالطاعات يوالي طاعة بعد طاعة وتوبة بعد توبة وعملا صالحا بعد عمل صالح إلى أن تتواصل هذه الأعمال الصالحة وينسى الإنسان جميع المعاصي والمخالفات وينسى قلبه ظهور صور المخالفات والمعاصي فيه فيصبح القلب إناءا نظيفا نقيا يحتوي الإيمان ويحتوي السد ويحتوي الإخلاص ويحتوي الطهر ويحتوي التزكية وقتها نصبح هذا القلب بوابة صادقة تطل على غير الله فيكرم الله تبارك وتعالى صاحب هذا القلب بالعلم والمعارف والعطايا والهباد والتجليات حتى يكون أيضا في مقام القيادة إليه حتى يكون في مقام أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة وجاجهم بالتي هي أحسن ولكن الدعوة هنا يجب أن تكون دعوة قائمة على دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم دون تردد ودون ريب ودون مغايا لذلك يقول قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إخواني في الله هذين المقامين أو هذين المقامان من مقامات الملاية كلها شعارها واحد ودلالتها واحدة حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولياء الله؟ من أولياء الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله الذين إذا رؤوا ذكرت عظمة الله الذين إذا رؤوا ذكرت دين الله الذين إذا رؤوا ذكرت شريعة الله الذين إذا رؤوا ذكرت الآخرة الذين إذا رؤوا نسي كل شيء والله وذكر الله وحده لا شريك له هؤلاء هم أولياء الله وهؤلاء هم ساداتنا الذين قال في حقهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فهد كان الله تبارك وتعالى دائما يطبع إنجاز الأعمال الصالحة من عباده المقفولين بهذه البشرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدين يصر ولن شاد الدين أحد إلا غنبه فسددوا وقاربوا وأبشروا هؤلاء الأولياء من صاحبهم لا بد أن ينقله الله تبارك وتعالى من ذل المعصية إلى عذ التقوى لا بد أن ينقله الله تبارك وتعالى من البعد إلى القرب لا بد أن ينقله الله تبارك وتعالى من الحجاب إلى الباب ثم يدخله في دائرة الأحباب من صاحب هؤلاء الناس لا بد أن يكرمه الله تبارك وتعالى بمقامات التقى التي تقلب جوهر الإنسان فتجعل منه جوهرا كريما كلما كلما مر على شيء أو لمس شيء أن يؤذر فيه التأثير الذي هو قلب الأعيان إخواني لم تواجهكم بهذا الحديث إلا غيرة على هذا الدين غيرة على جلوسنا في بيت من بنيت الله حقه أن نذكر فيه الله حقه أن نرزم فيه الله حقه أن نتأدب فيه مع الله حقه أن نتأدب فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا في تربيتنا للمريدين وفي سلوكنا لطريق الآخرة أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في العناية بزوات إخواننا في العناية بكل فرق بعد كان الرسول يعتني بالصحابي الواحد فيمنعه بالقيم الإيمانية ويمنعه حتى نصبح هذا الصحابي أمة قائمة أي نقرة هذه هي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أختصر هذا القول وأطلق مثلا واحدا لتربيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه يقول سيدنا معاذ ابن جبل وهو ممن انتفع بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقه وهو أحد الفكان الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن للإشراف على دعوة الناس إلى الله للإشراف على تصحيح مسارهم إلى الله لم يذهب إلى اليمن لجمع التبرعات ولا لجمع الصدقات ولا كذلك لأخذ الأموال من الناس وإنما ذهب هناك حقيقة ذهب هناك حقيقة لجمع القنوب كلها وحشها على الله تبارك وتعالى وهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام البيهقي في كتاب الزهر ذكر لنا عن فعلبة بن صالح عن سليمان عن موسى بن سليمان عن معاذ بن جبل بن رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأخذ بيده ومشى قليلا ثم قال يا معاذ بن جبل أرسيك بتقوى الله هذه الوصية الأولى أرسيك بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك الخيانة وترك الخيانة ورهم اليتيم وحفظ الجوار وكلم الغيز وإنانة الكلام وإرشاء السلام وصدقة الإمام والتفقل بالقرآن والجزع من الآخرة والجزع من الآخرة وقصر الأمل وحسن العمل وإياك أن تشتم مسلما إياك أن تشتم مسلما وإياك أن تشدد كالبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا أو أن تفسد في الأرض يا معاذ اذكر الله عند كل حجر وشجر وأهدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية من هنا اختصر كل من مهاذ وأبو زر هذا الحديث في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تنهها وأتبع السيئة الحسنة تنهها وخالق الناس بغمق حسن أيها الإخوة هذه هي المعاني والقيم التي يغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس أصحابه وعندما يخرجون يصبح الصحابي كتابا حيا ماشيا بين الناس كل شيء فيه كل شيء قد زوده رسول الله به هذه الوصية وحدها لو عكفنا عليها وفصلناها لو وجدنا أن شرع الله كله فيها قد جمعت ما ظهر وما بطن من تلك الأخلاق الطيبة ومن تلك الأعمال الصالحة ومن تلك العبادات التي تجعل من العبد وليا لله إخواني في الله لو لا ضيق الوقت لاستمر الحديث معكم إلى وقت أطول من هذا ولكنني أريد منكم أن نبدأ بداية جديدة وهي أن نأخذ أنفسنا بما نقرأه أو نسمعه لأن قائدة قاعدة الانتفاع بالعلم هي أن نحسن الاستماع للعلم ثم نحفظ ما سمعنا ثم نقذ الجهدا كبيرا في فهم ما حفظنا ثم بعد ذلك نعمل بما فهمنا وحفظنا وسمعنا من العلم علماؤنا يقولون العلم ينقسم إلى قسمين قسم منه محفوظ وقسم آخر مفهول وأنا أرجو لكم جميعا فهما صحيحا صائبا عن الله تبارك وتعالى رزقني الله وإياكم رضا ورزقني الله وإياكم متابعة تخلقنا به محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا محمد صلى الله عليه وسلم نعم احمد صلى الله عليه وسلم جاء الله عمل 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 أحد ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة